السلام عليكم أحبتي أقدم لكم اليوم في هذا الفيديو أنشطة اليوم الرابع والثلاثون من الأنشطة الموجهة لأطفال العربع سنوات الأنشطة اليومية والتي تندرج ضمن برنامج شهر ديسمبر بسم الله بالنسبة للأنشطة الحركية تمارين التوازن بالنسبة للأنشطة الرياضية المنطقية هي نشاط أو هو نشاط تصنيف حسب الشكل قمت برسمي دائرة مربع ومثلث على ورق مقوى أبيض وقمت بجمع أشياء متوفرة عندي في المنزل مختلفة الأشكال إن لم تتوفر عندكم أشكال مثل ما هو الحال وعندي لم أجد أشياء مثلثة قمت بقصي أورق ملونة أو ورق فوم على شكل مثلث نقوم أولا بوضع الأشياء الدائرية كمثال مثال الدائرة قرص في داخل الدائرة مربع داخل المربع ومثلث داخل المثالث ويقوم الطفل باتباع النموذج وتصنيف كل الأشياء التي قمنا بجمعها بالنسبة للأنشطة الإيقاظية العلمية نشاط تركيبي حول أعضاء النبدة نقوم برسم كما هو موضح أمامكم نقوم برسم أجزاء النبدة على ورقة ثم نقوم بلسقها فوق ورق أبيض ويقوم الطفل بترتيبها زهرة ساق أوراق وجذور بالطريقة المبينة أمامكم بالنسبة للأنشطة الخطية خط أفقي متقطع بالأصابع والألوان المائية يقوم الطفل برسم خط أفقي متقطع كما ترون أمامكم كالعادة تقوم الأم بتوضيح النشاط أو بالقيام به ثم يقوم الطفل باتباعها وفي الختام شكرا لكم والسلام عليكم